سوشال ميديا وعلى الانترنت وشفنا كده مثلا في موقع اسمه المناقب القرآني كتبنا كلمة وهاب أو وهابة هتلاقي دايما ان كلمة الوهابة والعطاء جاية مع الرحمة الله سبحانه وتعالى هو الوهاب صيغة مبالغة مش الواهب مش بس هيدي لأ ده يدي بمبالغة بس هيدي مين؟ مين اللي هيدي له الوهاب ومين اللي هيتحقق فيه اسم الله الوهاب اي حد انا انتو اي حد من اللي بيسمعنا ممكن يتحقق فيه اسم الله الوهاب بس نعرف احنا بنتكلم مع مين ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسمه الوهاب في القرآن في مثلا دعاء قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب دعاء جميل جدا في القرآن الكريم لو وقفنا عنده هنفهم سر اسم الله الوهاب ربنا سبحانه وتعالى لا تزغ قلوبنا بعد ايد هديتنا اهدنا الصراط المستقيم هنهتدي هنهتدي بالقوانين الارضية ونهتدي لله سبحانه وتعالى الذي يهب ويعطي بغير حساب وهب لنا من لدنك رحمة ما قالش يعني الدعاء ما فيهوش هب لنا من لدنك مالا او ساعة او كذا لا هب لنا رحمة لان اللي بيدعي بالدعاء ده هو فاهم يعني ايه ان الرحمة هي التي ستحقق الوهاب اكتبوها عني بقى يا جماعة الرحمة هي التي ستحقق الوهاب لو انا فعلا رحيم واوام هيتحقق في اسم الله الوهاب ازاي تعالوا نعرف بس الاول قبل بقول ازاي اسم الله الوهاب تجلى فين اسم الله الوهاب يتجلى في المعجزات الحاجات اللي هي ما تنفعش الحاجات الصعبة الحاجات اللي انت اصلا لو انت فكرت فيها تلاقيها مستحيلة مثلا سيدنا زكريا قال وهاب لي من لدنك وليا يارثني وارثه من آلي يعقوب طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون عنده ولد وهو بلغ من الكبه رعيتية واشتعل الرأسه شايبة وكانت امرأته عقرا يعني امرأته ما بتخلفش وهو شاب ممكن طيب نتجاوز غيرها اه امرأته اه ستة كبيرة ما ينفعش اصل انها تخلف هو بقى راجل كبير ما ينفعش انه هو يخلف اه وهن العظم دي صفة من اه مش بس صفات الكبر صفات اللي هي المبالغة في الكبر انه ممكن يكون واحد كبير في السن بس ما وهنش العظم العظم بتاعه ما تعبش لكن وهن العظم دي يعني خلاص انا ما عنديش طاقة وما عنديش قوة ان انا اصلا يكون عندي اولي ولم اكم بدعائك يا ربي شاقية انا مش هشقى ابدا طول ما انا بدايلك مش هتمنى حاجة الا ما هتعمل هيلي انك انت الوهاب ربنا سبحانه وتعالى وهب له يحيا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وهب له على الكبر معجزة المعجزة دي حققت بايه باسم الله الوهاد ما تحققتش بشطارته ولا بالدكاترة ولا بالقوانين ولا يقطع من هنا ويوصل من هنا لا تحققت باسم الله الوهاد ونرجع مثلا لسيدنا ابراهيم سيدنا ابراهيم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق وهب له الاولاد على الكبر هو سيدنا اسماعيل برضو سيدنا ابراهيم برضو قاعد فترة طويلة جدا ما بيخلفش وجاله سيدنا اسماعيل على كبر فسمها وهبة سمها هبة من الله سبحانه وتعالى لانها عطاء بغير حساب الحساب ان انا يبقى عامل حسابات في الارض ان انا بحساباتي الارضية بحساباتي الجسدية بحساباتي المادية ان انا مش هيحصل لي كذا الا لما اعمل كذا لا بغير حساب يعني هتديلك بغير حساب بس صدق صدق انك بتتعامل مع رب رحيم رب يعطي بغير حساب رب ليست يداه يعني مغلولتان غلت ايديهم ولعنوا يداه مبسوطتان ينفقوا كيف ايشاء طول ما انت عارف ان ربنا بيقطع ويوصل ويدي على القد ومعليش اصلا انا خدت راحت البال وتشال مني الفلوس وخدت العيال ومش عارف اتحرمت من ايه طول ما انت مقتنع بهذه الاشياء ومش عارف ان ربنا قادر يديك كل حاجة هتفضل في اللي انت في ده هتفضل في الفقر وهتفضل في الحاجة وهتفضل مش مستشعر يعني ايه يا هبلي طب تعالوا نشوف سيدنا سليمان سيدنا سليمان دعوة وهبة دعائه هو اصلا جيه هبة برضو انا عملت تك على هبة ليه مش عارفة النهار ده جمعا جيه هبة لسيدنا داود لانه كان اواب كان اوابا ووهبنا له سليمان انه كان اواب ربنا وهب لسيدنا داود اللي هو كان تسبح معه الجبال وكان مملكة عظيمة ان الرجل ده كان في حتة تانية خالص كان نبي قوي وكان عظيم وعنده حكمة وعنده فكر وكان صوته جميل وتسبح معه الطير والجبال وكل شيء يسبح مع داود فربنا سبحانه وتعالى وحبه سليمان وجيه سيدنا سليمان لما كبر وشاف الملك وشاف الدنيا وفهم قوانين الله سبحانه وتعالى وعرفه وبتعامل مع مين لان طبعا داود اللي مربيه احنا مش بنتكلم عن اي حد قال له ربنا حاجة عجيبة جدا ركزوا معايا بقى قال له ايه ربي ربي غفرلي وهبلي ملكا لا ينبغي لأحدين من بعدي انك انت الوهاب الله اكبر ربي غفرلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة